اشتركوا في القناة اي انا هعملت طريقة ازاي طلعت لذيذة وطعمها جميل وسهلة عملتها في الثواني ما خدش الثواني ادي اللحمة هي جبت بصلة وبشرتها وعصرت الميا جامد منها خالص بصلة صغيرة كده هوت اي عصرت الميا خالص بشرتها عشان نحصر الميا منها بصلة صغيرة وبشرت اي بصلة هي وفلفل اصمر وملح والسبع بخارات معلجة صغنططة كده هو وبشرت جسط التيب بشرة صغيرة جسط التيب هندربها كويس ونعجنها كويس ونعملها كور ونرجع لكم نشوفوا هنعملوا اي تاني هعملها كويس اي عجنتها كويس بالبهارات وروحت رايحة عم مكورها وحطها في جيك ده في جيك ودي سنية ده هنها زيت هتتحط في الفن جيك اي بصة كور كده هوت نكور الكور وحطها في جلب الجيك كفت الداود باش اهي ونحطها في الفن نطيف في الفن وبعد كده هنعملوا اي اهي هنرسها كلها كده هوت كورتها كور ونروح حطها في جيك وده هنها بالجيك كويس وحطها في السنية ماتهون اي زيت ونحطها في الفن تطيف في الفن وبعد ما تطيف في الفن نشوفه هنعملوا ايه تاني اي بص هنحطها في الفن بقى تطيف في الفن البتجاز ونيجو نشوفه هنعملوا ايه تاني دي معلقتين زبدة وبصلة وفصنتو وجن فلفل مقطع الفي هتتتبل كده شوية بس ونرجع لكم شوية بس كده والتوم يتحمر شوية ونرجع لكم اهي تتبلت شوية اهي والبصلة والتومة اتحمرت والفلفل وكله هنحطوا الطماطم لما يسبك الطماطم هنرجع لكم والكفتة في الفن اهي حطها تحت وبنجلبها اهي في الفن مولع الفن من فوق ومن تحت لما ايه تتيب خالص وتتحمر في الايه في الصناع وحطت معلكتين صلصة عالتسبيكة وكمون والتيب شوية تتسبك شوية كده هو سوى الطماطم ونرجع لكم اهي بطاطس مجتعة ومقعبتة اهي بطاطس مجتعة ومقعبتة صغيرة بطاطس وهي كفتة داود باشا هيت محمرها في الفن هنحطها في التسبيكة تشرم التسبيكة كده وبجأة طعمها يجنن اهي يتيب البطاطس بس ونرجع لكم وعملة جنبها رز بالشعرية شايفين كفتة داود باشا هتتكل برز بالشعرية عاملة رز بالشعرية عادي خال اهي وطبط البطاطس اهي شايفين والكفتة اهي طلعت جميلة وروعة وفكرة جميلة انا اول مرة ان اعمل اهي وطبط اهي شايفين جمالها ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة